أمام عينها اكتشفت خيانة زوجها لها فحرقت نفسها بعد أن تحداها على ذلك زهراء حرقت نفسها بالنفط فتوفيت بعد أن أعطاها زوجها الولاعة عندما هددته بحرق نفسها عائلة الضحية تقول بأن والد زوجها انهال عليها بالضرب قبل وفاتها بعد أن شجعوها على الحرق والرواية بحسب قولهم لقيت فاتح كاميرا واحدة قالت لها لماذا رجعت لك وعفت الذهب مارتها ولا غرفة الخاطر بنا لماذا أنت بعدك تشلب بها مو زينة واياك هاني نازجا وجايب النفط ودائرت على الروح قالت لا بيش خير وحرق روحش دائب عليها الجداح حرقت روح هو وابو صاعد لهم ظل يباعون عليها شون محترق قال لباشل طفل يلا مطفيا فوق ما مطفيا جايبه ضاربا بالكنتو وانه ضاربها من ظهرها مزيها ساحل من فوق اللي يجاوه بقت خمس أيام بالمستشفى وتوفت وعافت هذا الطفل عمره سنتين وحاليا هم حتى مهددين نبو الطفل هم يأخذونه يقتلونه يجب أن يموت كما تسبب بموتها هكذا تقول عائلة زهراء بحق زوج بنتهم يطالبون بأعدامه ويناشدون لأجل ذلك بعد رفع دعوة قضائية هسا نطالب بعدهم لأن حرامات حرامه حرامه من الشباب شين مواليد الفين يحركه الريد الولد يعدمون أعدام ما تورح ترقته ما تحتهم ما يموت حال حال ايه هذا ناش انتم معاني زهراء من مواليد الفين ضحية جديدة للخيانة الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهيرة زادت معدلات الجرائم بسببها مؤخرا فتزايد مؤشرات الخيانة عبر البرامج الكترونية مؤشر مقلق بات يهدد العلاقات الزوجية من راصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر